البيئة الملوثة تقتل مليون وسبعمائة ألف طفل سنويا هذا ما خرج به تقرير لمنظمة الصحة العالمية الذي أكد أن ربع حالات الوفاة العالمية لأطفال دون الخامسة يعود إلى البيئة غير الصحية أو الملوثة تتضمن الملوثات بشكل رئيسي حسب التقرير المياه غير نظيفة والهواء الملوث والتدخين السلبي وانعدام أو عدم كفاية النظافة الأطفال هم أكثر ضحايا التلوث والسبب أن أعضاء أجسام الأطفال وأجهزتهم المناعية التي في طور النمو ومسلكهم التنفسية الصغيرة تجعلهم يتأثرون بالتلوث بسرعة الأسوأ من ذلك أن الأجنة وهم في بطون أمهاتهم ليسوا بمنأة أيضا عن خطر البيئة الملوثة ويتربع تلوث الهواء على قائمة أبرز المخاطر التي تهدد حياة الأطفال فهو يزيد من خطر تعرض الأطفال لالتهاب الرؤوي بالإضافة لتعرض الأطفال لأمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الربو تلوث الهواء يزيد أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطة ليس ذلك وحسب بل إن الهواء الملوث يهدد مستوى ذكاء الأطفال ويتسبب في الولادة المبكرة ويقول العلماء إن الحد من تلوث الهواء الطلق ربما يساعد في منع أكثر من مليوني حالة ولادة مبكرة سنويا ما يفاقم الأزمة أن عدد الأطفال الذين يعيشون في بيئات ملوثة في تزايد منظمة الأمم المتحدة للطفولة أكدت أن واحدا تقريبا من بين كل سبعة أطفال في شتى أنحاء العالم يعيش في مناطق بها مستويات عالية من تلوث الهواء معظمها في جنوب آسيا وفي البلدان المنخفضة الداخل وتلك المتوسطة الداخل سجلت تسعون في المئة تقريبا من الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء اشتركوا في القناة